أكد المشاركون في لجنة الشباب بالحوار الوطني أن قانون الشباب من القوانين الهامة لكنه يجب أن يتصق مع رؤية الجمهورية الجديدة ويكون مفهومه هو تمكين الشباب ومن بينهم ذو الهمم ودع المشاركون إلى وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق ونقص الموارد البشرية المؤهلة وندرة الاستثمار في المقاطر إلى جانب تسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل هيئة خبراء متخصصة لدعم رواد الأعمال في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتسهيل إجراءات التأسيس